وقال لا تطيعوه فيصيبكم الهم والغلاء والبلاء فهو ما فعل خير منذ ما فصلت الأرض عن السماء وهو الذي خضعت قابيل فسالت من أخيه الدماء وهو الذي خضع فرعون فقال يا هامان ابني صرحا وارفع البناء أفنسمع لهذا ونطيعه ونعصي رب الأرض والسماء ارفعوا عن أعينكم الغطاء ووحدوا صاحب العظمة والكبرياء وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق وكان عرشه على الماء أيها الإخوة الكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام خلقنا ربنا لنعبده خلقنا ربنا لنوحده خلقنا ربنا لنقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين خلق الله الخلق بعلمه وفضل بعضهم على بعض وفضل مكان على مكان وفضل زمان على زمان وفضل بشر على بشر ويخلق الله ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور نتكلم اليوم عن حسن الخلق لابد أن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولما أثنى على نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن ولما قال ولما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال كيف كان خلقه يليسنا نتخلقنا نتخلقنا نتخلقا عشنا نتخل دققنا يليسنا نتخلقنا نتخلقنا نتخلقه فبنسنا نتخل محمد صلى الله عليه وسلم والأكبر ، نتخل چلدي وعشنا نتخل تخلقا كبيرة السيادت جدا نتخل تعبد يجب کو نبيه قرقنا بليسنا نتخل وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ تَقْفَا عُلَاكُمْ تَقْفَا عُلَاكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى İşte burada güzel ahlaka sahip olabilmek için mutlaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. İşte Rabbim tebarek ve teala diyor ki Resulüne Eğer sen yumuşak davranmasaydın ey Resulüm Demek ki burada anlaşılıyor ki Bir davetçi, ben Müslümanım, ben islafe hizmet edeceğim deyin olan bir kişi Mutlaka yumuşak huylu olması gerekiyor. İşte diyor ki sen yumuşak davranmasaydın ey Resulüm لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ Etrafından dağılıp giderlerdi diyor Rabbim tebareke ve teala O açıdan burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Allah tebareke ve teala Resulüne Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm diye dediği zaman Ve ümmüne Aişe sorulduğu zaman Allah Resulün ahlakı nasıl idi? Dedi ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Aleyhissalatü vesselamın ahlakı Kur'an'dır. Yine sorulduğu zaman اَكْفَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسِ الْكَنَّةِ İnsanlar en çok hangi şeyden cennete girecekler sordukları zaman Allah korkusu ve güzel ahlaktır diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ama görüyoruz ki bazı kardeşlerimiz Dışarıda akrabalarıyla, dostlarıyla, ahbaplarıyla ahlakları baldan tatlı, şekerden daha tatlıdır. Ama eve girdikleri zaman hanımına karşı, çocuklarına karşı maalesef şiddetli bir şekilde bağırıp çağırmakta, küfür saymaktadır. Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor İşte Eğer iyilik yapacak iseniz en güzel bir şekilde ailenize yapın Adam dışarıda ahlakı süper ama eve geldiği zaman Hatun ne yemek yaptın? Ya işte bugün pilav yaptın Ya sen pilavdan başka bilmez misin? Adam kütür bütür başlar Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor Ve sakın böyle insanlardan olmayın نرى كثير من الناس يا أخوان أخلاقه مع زملائه زي العسل زي السكر زي الدبس ولكن بس يجعى البيت بصير زي البصل ما بشوفوا اللي برة شلونك وكيف الحال وعساك بخير وبدك شي وخد أسلم يعني هذا حسن الخلق يعني الإسلام هذا ولكن بس يجعى البيت بصير أخلاقه مثل البصل بيجوا ليك عشتوا يتين أكل بيقول الله يا رجال سوي نكب ببططة مثلا لك يبطط راسك بيقول الله لك حاش تكله كل يوم بطاطة كل يوم بطاطة مع الأسف الشديد يحذرنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول خيركم خيركم لأهلي يا أخوان بأخلاقنا نستطيع أن نؤثر جميع الناس والله العظيم بأخلاقنا نستطيع أن ندعو الناس إلى الإسلام بأخلاقنا نستطيع أن نعيش عداء ولكن فرط فيه كثير من الناس شو جزل أهلاك مزلا وريا ضادت شي أولا بدرز أهلاك مزلا شو أهلاك مزلا وريا بيتشو اسر جميع للحيا البعض ناوالا من الأسواة ناوالا نيازانا ان CNC أخابا رأس لأنohs كثير جميع المنقية ترجمة نانسي قنقر